تحدثت في المقدمة على واحد من أبرز اللاعبين وكلمت فيه مع الكابت محمد يوسف منذ اللحظات مروان عطيه النهاردة مروان عطيه رغم الأداة اللي كان فيه كثير من معظم لعيب النادي الأهلي بس مروان عطيه عمل مباراة محترمة مروان عطيه هو النقطة المضيئة في وسط عتمة أداء النادي الأهلي النهاردة خاصة دفعي مروان عطيه النهاردة يا كريم مش بس ويريت نجاهز الحالات بتاعتها مروان عجبين أمثلة لبعض الحاجات اللي عملها مروان النهاردة النادي الأهلي عمل قطعي كوره في نصف ملعب سنداون في السبعتاشر ديالهtek الخمس مرات الخمس مرات تستطيعون قبل المروان عطيه كلمنا عن الرقم ده هنا الحلقة اللي فاتت قلنا انه افضل لاعب باستخلص الكوره في نصف ملعب المنافس في الدوري كله سنة اللي فاتت كان مروان عطيه الرجل بيأكد نفس الرقم أول سبعتاشر دياله اهلي قطع كرة خمس مرات في نصف ملعب سنداونز. بقطع مباشر. القطع ده منهم اربع مرات اللي بيقطع وبيعمل الباص صحيح هو مروان عطيب. هنا اجيب لك بقى بالاضافة للدور ده اللي عملو كمان. تعال اجيب لك الكرة دي. تشاف طبعا التمركز العظيم. هنروح لتمركز طوال اهلي في كسم مفاصلة. لكن خلينا نتكلم هنا. بص تمركز سايق جدا. بص مروان واقف فين. بص التلات مدافعين واقفين فين. وهكرر لك بموقف اليو ديانج. ركز على ديانج. اعمل اعمل ايه. والي اربع مدافعين بتقول اهلي عاملين ازاي. كملي بقى هات الفريم اللي بعده. وشوف مين الفرصة المحققة لسنداونز. اول فرصة محققة لسنداونز في المباراة. مين اللي هيشيلها. كامل. فريم كمان. كمان. بص 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 كريم. اللي مكمل معا وعينه عكور ومش على رجل اللي عيد. كامل. كامل كمان فريم. اللي هيدخل ويعمل التاكلنج في اللحظة صفر. لحظة التزديد هي اللحظة صفر. في اللعيب اللي يفضل عينه. مع الكورة. لحد اللحظة صفر. او لحظة التزديد. وهو اللي رجع من بره. وعمل سبرينت. ويتحرك صح. بعكس الاربع لعيب اللي وقفين تانين كان قريبين. وينقص فرصة هدف محقق. بنسبة 70-80% لفرقة سنداونز. ويشيلها بالشكل ده. ده لعيب دستروير ومدافع في المقام الاول. دي الكورة الاولانية. هاتلي بقى الحالة اللي بعديها على طول برضو المروان. الحالة اللي بعديها على طول. بص كريم. اللعيب اللي كنا بنتكلم عليه من شو اللي بيشيل الهجمات واللي شاهد. فرصة محققاقة. واللي كان الدايس القتل الأول لفرقة النادي الأقلي بص متواجد هنا. الكورة بتاعة الدربة الركنية اللي تم التسجيل منها. الاتنين اللي وقفين على الطمhesة. ومحمد مكدي أفشا ومروان عليه. el2 موجودين على الطم BRI التم HEALT. النهاردة. الاتنين اللي وقفين على الطمnes T looking at FOMIN. اللعيب دستروير. اللي هو مين؟ اللي هو مراوان عطي. فالراجل هو اخر اللعيب من خط الوسط بيدافع. هو اول اللعيب من خط الوسط. الاتن بتوع خط الوسط هو الو ديانج موجود على منطقة التمنتاشر تاو تصرف في الكرة دي بشكل سيء جدا كممكن يستلم ويسدد ما سدتش ولف اضطر يرجع لمراوان والتزديدة على قضية كلها مش تقهات الفريم اللي بعده القضية مش التزديد على قد قضية التواجد في المكان ده يا كريم هنا بتكلم على وعي تكتيكي يضاف كميزة من مميزات مراوان عاطية اللي شايفه النهاردة هو رقم واحد بالنسبالي في لاعب النادي الاهلي يلي محمد الشناوي بالتصدي اللي تصدى ليه لانه كان نقطة التحول في المباراة تلاتة حسين الشحات طبعا حسين الشحات عمل مباراة كبيرة طبعا حسين الشحات حسين الشحات يا كريم قريت نجيبي الجول بتاع حسين حسين الشحات رقصنا كلنا وحنا دي بنفرج على المباراة وكل ورقص الحارس الماربا انا كنت شايف كابتن محمد يوسف كان بيتكلم على الكورة ان هي سهلة على الحارس لو يريد بس إنه جاهز الجول بتاع حسين بصك كريم كمل هات للفريم اللي بعده كل الناس في الحالة دي راحت لقوبش الأولاني الفريم الأولاني ما عليش يرجع الفريم كمان الفريم الأولاني يا كريم إنه يحط المين إنه يحط الطاهر محمد طاهر عنده فرصة أسهل طب روح للفريم اللي بعده خلاص فيه اتنين لعبة من سندونز رجعوا على طاهر فالرجل راح مغير قراره بص الرجل الشمال لحارس المرمى يا كريم الرجل الشمال لحارس المرمى بتتني ناحية البعيدة لأنه ده المكان المنطقي اللي حسين يحط فيه الكور كمل الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده على طول بص هنا الراجل برضه رجليه الشمال لسه متنية إنه يتحط في البعيدة بس المدافع بقى مع الحارس على خط واحد ما يشوفش أبدا إنه يحطه له في الدقيقة حسين كمل الفريم اللي بعده رحطتها على السبتة بتاعت الحارس صعب جدا العبال ما يغير قراره ويرجع ينزل ياخدها يجبها فالكورة صعبة جدا لأن الاتنين وقفين على خط واحد وده زكاء الجول القرار اللي كنا بنلوم علي أحمر عبدالقادر وكنا بنلوم حسين نفسه أحيانا قبل بداية الموسم الحالي اتنين إنك بتعمل الغير متوقع بسهولة لأن الناس بتتكلم دايما على إنه الكورة السهلة سهلة لأ هي إنك تلعب السهلة زي ما صندونز بيلعب ده أصعب حاجة في الكور تلعب السهلة بفعالية لكن عمل كل اللي مطلوب منه كراجل جناح مسؤول عن صناعة اللعب أو التهديف الراجل سجل وعمل عليه في مباراة النهاردة وكان اللاعب الأكثر فعاليا في كل خط هجوم الندير عايز أقول جملة واحدة عن مروان عطية بشكل سريع جدا وفقا لعملية السكاوت اللاعب الوحيد في الدول المصري خارج لاربع فرق الكبيرة اللي كان عنده قابلية إنه هو يلعب أهل وزملك كان مروان عطية فقط ليه بقى؟ هنا لما يعني عملية سكاوتها عملية مطولمة بين تحليل الأرقام أو التحليل الفني بشكل مروان عطية اللاعب عنده قدرات مميزة جدا في عملية التمرير في استخلاص الكرة وهنا كان عنده الاستمرارية وده نقطة مهمة جدا كان بيقدم أداءات كبيرة جدا مع نادي الاتحاد السكندري لفترات طويلة على مدار السيزون مروان عطية كان أكتر لاعب في بطولة الدوري بيقدر يحافظ لفريقه على الاستحواز محتاج لعيب يقدر يحافظ لك على الاستحواز وانت بتهاجم محتاج لعيب يقدر يلعب جيم الحيازة الجيم الهجومي ومرة مروان عطية كان بيقدر يلعب الجيم ده فهو على المستوى الدفاعي على مستوى الخروج بالكرة على مستوى الاستمرارية في الأداء كان لعيب الوحيد اللي مبشر ان هو يقدر يلعب أو ينضم لفريق بالنسبة تكلم على الأربعة الكبار في الدولة المصري والأداء اللي بيقدمه مروان عطية هو تتويق طبيعي اللي كان بيقدمه مع الاتحاد السكندري على مدار المسلمين السلقين الناس كتير بتشوفها كريم ان احنا بنتكلم على مروان عطية وشايفين ان هو لعيب مختلف في ثلاث حاجات أساسية مهرب بيتعلمها الطفل أو صغير تبعهم في مروان عطية عشان تعرف هو فين من لعيب يتخط الوسط اللي موجودين في الدورة المصري الاستلام الريسيف الكنترول التحكم في الكرة والباس تابعي الثلاث حاجات البساط بس دول وتفرج شوف الراجل ده فعال والنهارده رقم مميز جدا للمروان اخير عشان نيخطي بيه الكلام على مروان يعني النهارده الراجل حط 8 كرات طولية منهم 7 بشكل صحيح دايما نسبة ودقة الكرات الطولية اقل بكتير من الكرات السهلة القصيرة ف8 حطت منهم 7 بشكل صحيح اعتقد لو الرقم ما خنيش بالزبط دقة مروغات مروان عطية دقة مروغاته توصل الى 24% مروغ جيد يعني جدا 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 رقم رهيب على ليه مركز 8 كمان او 6 يعني على اي لعيف في الدول ان لعيب دقة مروغاته توصل الى 24% ده رقم كبير جدا احنتكلم ان اللعيب اللي بيفنش الدول هو اكتر مروغ بتكون دقة مروغاته 50% 60% بالكتير ممتاز